أعيز أتكلم عن موضوع العقل والإيمان لأنه موضوع مهم جدا على فكرة ربنا خلق عقلنا وعايز يستخدمها فبالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله بمعنى إيه؟ بمعنى أنه الله هيستخدم عقلي علشان يوصل للإيمان مش معناه أن أنا هعرف الله بالعقل عايز أوضح الكلام ده مرة تانية الله ما قدرش أحطه في أنبوبة اختبار واختبره في المعمل لأن الله روح إحنا عندنا خمس حواس بيها بنعرف الأشياء السمع والنظر واللمس والتزوق وهكذا كل الحواس دي محدودة فمثلا السمع إحنا بنسمع في ويف لينس معين في موجة معينة ففي الموجة دي فيه حاجات اسمها ألترا ساوند يعني ما بعد الساوند فالحواس بتاعتي غير قادرة أنها تستوعب الله لأنها محدودة طيب إزاي أستوعب الله بقى؟ أستوعب الله بإعلانه عن ذاته الله أعلن عن ذاته في الكلمة المقدسة في التاريخ في الخليقة في الكلمة الذي صار جسدا وحل بيننا فأنا عايز أقول أني أنا مش لما بدخل الكنيسة بحط عقلي على نيوترال وقفله لا أنا بشغل عقلي جدا بس في نفس الوقت عارف أني قدرات هذا العقل لها حدود فأنا محتاج لإعلان الله ليه أضرب مثال بسيط أنا ما دخلت الستوديو معاك يا أسيس نزار دلوقتي لقيت الكرسي ده وأعدت عليه ليه أعدت عليه؟ لأني واثق أنه هيشيل وزن جسمي فأنا بالإيمان أعدت عليه بس الإيمان ده مبني على معلومات بمعنى أني لو رحت حضانة ولقيت كرسي من الصغيرين أو دولة عمري ما هاعد عليه ليه؟ لأني معلومات بتقول لي أني جدا مش هيشيل وزن جسمك فاللي عايز أقوله أنه في العقل بيشتغل والله عايز عقلنا يشتغل بس نفهم أن العقل ده محدود وأن إحنا محتاجين لإعلان الله عشان ينقي العقل اشتركوا في القناة